تسليط وضوء على خطأ الإرهاب والجريم المنظم العابر للحدود في غرب إفريقيا أبرز ما توقف عنده المشاركون في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقدي بالجزائر اجتماع يعكس الإرادة المشتركة لتنسيق الجهود في مواجهة هذه الآفة لقد سجدنا تحسن الإدراك بمخاطر الإرهاب وتطرف على الرغم من قدرة هذه الآفة على التكيف بسرعة قد أصبحت هذه الدول على يقين بخطورة ظاهرة المقاتلين الإرهابين الأجانب خاصة في منطقة الساحل والصحراء والمخاطر التي يشكلونها على أمنها واستقرارها الاجتماع ناقش العوامل التي تدعم تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا خاصة ما تعلق بتجفيف منابع تمويل الإرهاب لقد لحظت هذه الدول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك التدفقات البالية التي تغدي الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية هذه التدفقات التي تسمح اليوم للجماعات الإرهابية باستخدام الحوافز المالية في حملات تجنيد الشباب الجزائر التي باتت تنعم بالأمن والاستقرار بعد جهود كبيرة في مواجهة الإرهاب تقاسم اليوم تجربتها مع جميع بلدان المنطقة إن بلادي سيداتي سادتي التي خالت وحيدة معركتها ضد الإرهاب في ظل عدم مبالة المجموعة الدولية تقدر وتشجع هذا التطور الذي من شأنه أن يحمي الشعوب الأخرى من فضائع الهمجية الإرهابية ومن المهم أيضا أن نسجل في هذا السدد تزايد الدعم لقيم وفضائل المصالحة الوطنية من قبل عديد متزايد من الدول وفي ظل جملة التحديات الأمنية يبقى الخروج بمقاربة جماعية في مجال مكافحة الإرهاب حتمية تفرد نفسها على دول غرب إفريقيا لتحقيق السلام والأمن والتنمية في القارة الإفريقية اشتركوا في القناة